الاهتمام بالفلسفة ممكن أن يأخذ اتجاهات مختلفة الفيلسوف بالمعنى الصرف للكلمة يضع منطق العلم منطق المعرفة منطق المعرفة الفلسفية على أساس أنه هو الأساس الذي يتحرك داخله أسميه أنا المقدمة الكبرى يعني المقدمة الكبرى في أي عملية استنباط وقياس هي المقدمة الأساسية في المقابل قد يكون هناك اهتمام فلسفي ليس باعتبار الفلسفة هي المقدمة الكبرى بقدر ما هي المقدمة الصغرى بمعنى أنها تصبح أداة لخدمة غرض أخرى هلأ أعطيتنا مثال حتى نوضح يعني مثلا قد يكون هناك مثلا باحث أو فيلسوف ينطلق أساسا من فكرة الصراع مع الغرب مثلا عنده ثنائية صراع المسلمين مع الغرب أو صراع الاستعمار مثلا يعني نشأ في بيئة الآخر الغربي هو آخر مستعمر ثم أصبح مشروعة كيف يمكن تقديم مشروع نهضوي انطلاقا من الصراع مع المستعمر تكون الفلسفة هنا هي أداة لتحقيق هذا الغرض وبالتالي هي تصبح حقيقة خادمة لمشروع أيديولوجي أكبر موجود مسبقا بالضبط هذه الصورة ستكون واضحة جدا لو كان أحد يريد أن يستخدم الرياضيات لمحاربة المستعمر أو الفيزياء لمحاربة المستعمر أو لمحاربة الكفار نحن مر علينا تجارب كثيرة لمحاولة أسلمة العلوم الإنسانية مثلا علم النفس الإسلامي علم الاجتماع الإسلامي علم الاقتصاد الإسلامي علم الاقتصاد الإسلامي الأدب الإسلامي كل هذه المشاريع فشلت لأنها لا تستجيب للمنطق الأول وهو منطق العلم نفسه العلم ذاته الرياضي حينما يدخل في بحثه الرياضي يجب أن يضع قبعة الرياضي فقط عالم الرياضيات أي أغراض أخرى تعتبر هامشية وجانبية ممكن يستثمرها أحد آخر إلا هو هذا الأمر أنا أعتقد أنه يفصل بين الفيلسوف بالمعنى الصرف للكلمة وبين من يستغل الفلسفة لغرض آخر من يستغل الفلسفة لغرض آخر لا يضع قبعة الفيلسوف ويضع قبعة أخرى ويستخدم أدوات فلسفية داخلها وبالتالي ممكن أن تمر داخلها الصراعات القديمة الصراعات التقليدية العدال للآخر اختزال للآخر المسلمات التي لديها نفسها تتسرب من نفس الخطاب الذي يقدم بأدوات فلسفية